. بسم الله محمد واله صلاة والسلام على رسول الله الحمدالله الذي علم بالقلم علم الإنسانة ما لم يعلم والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نهاردي ان شاء الله مع بعض انحيل نحو سنوية عامة امتحان سنة 2024 أصلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام سئل الأحنف ابن قيس تعال بذلك السؤالة فعل مبني للمجهول ي ją اسأل للاحنف الاحنف عربها نائب فعل ليه عربها نائب فعل لما تفضل ما ان تطع فعل مبني المجهول يعرف ان يزいى منها نائب فعل لكن الذي ضمير المستتر اصل الجملة هنا واحد يجرى الراحنف ليسلم ي Pentagon useless من صاحبو سألها محمد الأحنف ابن قيس فالأحنف كان عربها مفعول به؟ منصوب لما نيجي نبنيها المجهول سنحزف الفاعل يبقى نحزف محمد وهنسيب المفعول به سؤالة الأحنف لما نبني جملة المجهول بيكون أعربه نائب فاعل يعني أي نائب فاعل كان هو في أصل الجملة مفعول به سؤالة الأحنف ابن قيس بما عرفت بين الناس بالكياسة والفطنة عايزة أعرب كلمة الفطنة؟ هعرفها لك قيس اللب harus صل PCB خلي بالك إن الباق حرف جر فالكياسة هنا اسم مجرور وعلامته جريه الكسرة الو هنا وعطفة تعطف الفطنة على كياسة يقول بما عرفت بين الناس أعلم انتقال تعتفهم معطوف مرافوع منصوب أعرف إزاي المعطوف ده معدود شخصية يعني معدود شخصية أعني بيتبع المعطوف عليه. يعني المعطوف عليه كان اس مجرور يبقى الفطنة اعربها معطوف مجرور. يبقى الفطنة معطوف مجرور وعلامة جره الكسرة. ولست باسنهم ولا اشرفهم. قال بكلمات سمعتهن من عمر ابن الخطاب. خلي بالك ان من حرف جر وعمر اس مجرور وعلامة جره الفتحة. ليه بقى عمر اسم مجرور علامة جره الفتحة? صلى عسول الله عليه الصلاة والسلام. كلمة عمر على وزن فعل. وزن فعل بيكون ممنوع من الصرف. زي مسلا كلمة زحل زي جحة زي عمر كل ده ممنوع من الصرف. ممنوع من الصرف بيوم رفوع بالضمة عادي ومنصوب بالفتحة ومجرور بالكسرة او مجرور بالفتحة. امتى يتجرب الفتحة? يتجرب الفتحة لو كان مجرد من قلي يعني مفيهش الف ولام ومجرد من اضافة. بعدها ما فيش مضاف اليه. فهنا كلمة عمر ما فيهش الف ولام وبعدها ما فيش مضاف اليه. يبقى عمر هنا اسم مجرور وعلامة جره الفتحة. طيب كلمة ابني دي عربها ايه? خلي بالك كلمة ابني اللي اعربها نعت. من عمر ابني الخطاب. فهنا ابن اعربها نعت. خلي بالك. ملحوظة بالنسبة كلمة ابن دي كلمة ابن اللي وجات بين عالمين زي عمر والخطاب هو. الخطاب ده اسم وعمر ده اسم. وكلمة ابن جات محشورة ما بينهم كده هنحزف الايه? هنحزف الالف بتاعتها. هتبقى من عمر ابني الخطاب. هنحزف ايه? هنحزف الالف. ايه ده? ايه ده? لازم تفهموا ان انتم مش عايشين في الدنيا لوحدكم. بكلمات سمعتهن من عمر بن الخطاب من مزح استخف به. ومن اكثر من شيء عرف به. ومن كسر كلامه كسر سقطه. كسرها ده فعلا ماضي ماشي. مين اللي كسر? مين اللي بيكتر ده? كلامه. يبقى كلامه ده اعرابه ايه? اعرابه فاعل. لما تيجي دور على الفاعل دور على مين اللي عمل الحاجة دي. مين اللي عمل الفاعل نفسه. بيقول هنا ومن كسر. مين اللي كسر هنا كلامه. يبقى كلام اعرابها ايه? فاعل مرفوع علامة طرفية الضمة. والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف اليه. يبقى كلامه هنا اعرابها فاعل مرفوع علامة طرفية الضمة. سقطوا برضو اعرابها ايه? اعرابها برضو فاعل مرفوع علامة طرفية الضمة. عشان مين اللي كسر هنا? اللي كسر هنا السقط بتاعه. يعني سقط? سقط في اللغة اللي هو اللغو. الغلط. فهو هنا اصده اللي يكتر كلامه هيكتر ايه? هيكتر غلطه من كسره. مين اللي هيكسر بقى كلامه? الكلام عربها فاعل كسر ميل كسر برضو سقطوا ويبقى سقطوا عربها فاعل مرفوع وعلامة رفيه الضمة والهاء تنساش تعرف الضمائر والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه وكان يقول لإخوانه ما أتيت باب السلطان إلا أن أدعى إليه وما دخلت بين سنين حتى يكون هما يطلباني مني صلى الله عليه الصلاة والسلام بيقول استخرج مع الفقرة ما يلي نعة جملة وبين موقعه الأعرابي السؤال التي سألت مليون مرة وكل فيديو منزله الناس ستسأل في التعليقات يا جماعة نعة الجملة تطلعه إزاي هقول لك إزاي ده وقت تستخرج نعة الجملة ده شرح سريع كده يعني عشان إيه أبسط لك الموضوع شوي لو قلت الجملة دي قتل العدوة مين اللي قتل العدوة رجل غاضب قتل العدوة رجل غاضب أعراب غاضب إيه أعراب غاضب نعة مرفوع وعلامة رفيه الضمة ليه غاضب أعرابها نعة مرفوع صلى الله عليه الصلاة والسلام قتل فعلا ماضيtrack الفتح قتل العدوة العدوة المفعل به منصوب وعلامة نصبه الفتح مين اللي قتل العدو رجل غاضب اللي قتل ده اسمه إية فاع المرفوع علامة رفيه الضمة الراجل ده أنا وصفته بإية خلي بالك وصفته بإيه وصفته بإنه هو غاضب يبقى غاضب دي أعرابها نعة النعة أعرابه إية نعة مرفوع علامة رفيه شو في اللي إيه النعة بيتبع المناعوت بتاعه يعني رجل كان اعرابها مرفوع يبقى غاضب اعرابها نعة مرفوع علامة الرفعية الضمى خلي بالك ان النعت بيوطفها عن نَعْت مرفوع ... результат جا كلمة واحدة. غاضب ده نعت مفرد. لك الزباف الجملة دي. لو قلت قتلى العدو رجل يغضب. يغضب اعربها ايه? اعربها فاعل مضارع مرفوع عادي وعلامة رفعية ضمة. واي فعل بيكون معاه فاعل? خلي بالك اي فعل? يكون معاه فاعل. يغضب? مين بيغضب? هو. يبقى الفاعل ضمير مستتر تقديره. هو. يبقى خلي بالك انه عندنا في جملة فعلية. جملة اسمها يغضب هو. شايف الجملة دي كلها? الجملة دي كلها جملة نعت. الجملة دي كلها في محل رفع. نعت. ايه الفرق من الجملة دي والجملة دي? ببساطة شديدة الجملة دي. النعت هنا جاه نعت مفرد. كلمة واحدة. قتل العدو رجل غاضب. هنا قتل العدو رجل يغضب. انا وصفت الراجل فوق انه هو غاضب. وهنا وصفت الراجل برضو انه هو غاضب. بس هنا النعت كان مفرد وهنا نعت كان جملة فعلية. مكونة من فعله والفعل بتاعه ضمير مستتر. يبقى يغضب فاعل مضارع مرفوع على رفعي الضمِ. والفعل ضمير مستتر تقدير. وهو وجملة يغضب هو في محل رفع ايه? في محل رفع نعت. اخر جملة بقى لا قلت لك قتل العدو رجل سيفه حاد. شايف جملة سيفه حاد دي? انا دلوقتي قلت قتل العدو مينة compte العدو رجل والراجل فالرجل دي فاعowski مرفوع على مترفعي الضم. دلوقتي انا وصفت الراجل ده انه سيفه حاد. خلي بالك وصفت الراجل بان سيفه حاد. يبقى جملة سيفه حاد دي. خلي دي كلها جملة ايه? جملة نعت. ايه الفرق بين الجملة دي والجملة دي والجملة دي. هنا النعت كان مفرد. هنا النعت كان جملة فعالية. هنا النعت كان جملة اسمية. الضمير جاه في الكلمة الاولانية وهو. يبقى سيف اعربها ايه? سيف الوحدة اعربها مبتدأ. وحاد اعربها خبر للمبتدأ ده. والجملة دي كلها في محل الرفع ايه? في محل الرفع نعت بكلمة رجل. قتل العضوة رجل سيفه حاد. يبقى سيفه دي اعربها مبتدأ والهائد ضمير من في محل جارة مضاف إليه وحاد عربها خبر وجملة سيفو حاد دي كلها عيدة مين عيد على الرجل الرجل ده كلمة ناكرة واي حاجة بتوصل في الناكرة يبقى اسمها ايه اسمها نعت يبقى سيفو حاد في محل رفع نعت يبقى لو قالك تدور على نعت جملة في الامتحان هي في الغالب بتيجي جملة فعلية خلي بالك يبقى انت حط دايرة حولين الافعال وان شاء الله هتوصل ايه هتوصل لنعت الجملة في الغالب بتيجي جملة فعلية مش جملة اسمية لما تقلب قطعة تانية هتلاقي بيقولي ولست باسنهم ولا اشرفهم قال بكلمات سمعتهن من عمر بن الخطاب شايف سمعتهن دي هي سمعتهن دي هي دي الجملة الفعلية في محل جر نعت دي جملة نعت هو قال بكلمات فالبقى حرف جر وكلمات اسمه جرور الكلمات دي ما لها قال كلمات سمعتهن هو دلوقتي وصف الكلمات دي بانها ايه مسموعة وصف الكلمات بانها مسموعة لو كنت قلت الوقتي بكلمات مسموعة من عمر بن الخطاب كان اعراب مسموعة ايه اعراب مسموعة نعت مجرور الكلمات دي ما لها انا وصفتها بانها مسموعة يبقى نعت مجرور نفس الكلام في جملة سمعتهن سمعتهن فعل ماض مبني على السكون اتصاله بتاء الفعل وتاء الفعل ضمير مبني في محل رفع فاعل والهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به والفاعل ضمير مستتر تقديره انا بكلمات سمعتهن انا. وجملة سمعتهن دي كلها بقى في محل ايه في محل جر نعت الكلمة كلمات. يبقى ده اسمه ايه يبقى ده اسمه نعت جملة وبين موقعه الاعرابي. السؤال الثاني فعلة مبنية للمجهول وصغ منه اسم المفعول. طبعا عندنا فعل سؤالة ده باين او انه هو مبني للمجهول. عايز منه اسم مفعول. اسم مفعول اجيبه ازاي ببساطة شديدة. لو هو فعل سلاسي بيبقى على وزن مفعول. لو غير سلاسي بنجيب المدارع ونحط ميم ونفتح ميا قبل الاخر. مش فاهم. صلى يرسول الله عليه الصلاة والسلام كلمة السؤالة ده فعل ايه? فعل السلاسي. يبقى السلاسي على طول بنصيغ ميا عدد اسم مفعول علي وزن كلمة مفعول. يبقى السؤلة مسؤول وكيلة مأكول ضربة مضروب وهكذا. كلمة السؤلا قلنا تبقى ايه مسؤول ليه سؤلة تبقى مسؤول? علشان السؤالة ده فعل ايه? فعل السلاسي. وهلما نجيب منه اسم مفعول بيبقى على وزن كلمة مفعول. يبقى السؤالة مسؤول. اوكي لا مأكول. لو كان الفعل بقى نفسه غير سلاسي. يعني مسلا قلت كلمة زي سائلة. سائلة سائلة ده ايه? غير سلاسي. عد الحروف معي واحد انت ده اربعة ده رباعي. اجيب منه اسم مفعول ازاي? ببساطة شديدة. هتجيب المضارع. اللي هو ايه? يسائل. المضارع هيبقى يسائل. واليهة دي هتحولها ايه? هتحولها لميم. هتبقى مسائل. شايف مسائل دي? مسائل دي اسم فاعل. عشان مكسور ما قبل الاخر. قلت مسائل. ما قبل الاخر هنا ايه? مكسور. عايزة اسم مفعول بقى افتح ما قبل الاخر. هتبقى ايه? مسائل. يبقى مسائل ده اسم ايه? مفعول. يبقى قاعد عندك الفعل السلاسي. عايز تجيب من نفسه مفعول. يبقى على وزن مفعول. غير السلاسي. هتجيب المضارع بتاعه وتحط ميم وتفتح ما قبل الاخر مضارع ميم ما قبل الاخر السؤال التالت بيقول خبر لناسخ وبين نوعه صلى على رسول الله يعام عليه الصلاة والسلام راكي اذا وقال عايز خبر لناسخ ولا خبر لفعل ناسخ ولا خبر لحرف ناسخ خلي بقلك يتفرق خبر لفعل ناسخ يعني كان واخواتها او كاد واخوتها لنحن بننساها كاد واخوتها من ايه من الافعال الناسخة طب لو حرف ناسخ يبقى إنا أنّا كأنّا لكنّا ليتا لعلّ ده أنا مربيه على الطراب الأصيل وهو أدي كده بس هو هنا قال إيه؟ قال عايز خبر لناسخ عموما يعني فعل ناسخ أو حرف ناسخ يبقى انت هتدور في القطع عليه هتدور في القطع على كان أصبح أضحى أمسى ظل باتى صارى ليسى إنا أنى كأنى لكنى ليتى لعلى كادى كربى أو شكى عسى حرائخ لو لقى كل دي نواسخ خلي بالك كل دي نواسخ عندنا هنا في القطع هو قال ولست بأسنهم ولا أشرفهم خلي بالك إن كلمة ليس لما نضيف لها تقع الفاعل هنحزف الياع بهاتيgin ثقى لซتو في هنا التق هنا ضمير بابني في محل رفع اسم ليسى فين خبر ليسى هنا شايف في أسنهم دي هي surgeخبر ليسى هتقول تب ده خبر ليسى ده نوع له ايه؟ ده البق ده نوع هايه خلي بالك إن البق هنا حرف جر زائد ماذا؟ خلي بالك إن من مواضع تواجد البق كحرف جر زائد بيكون في خبر ليسى يعني مثلا قال تعالى وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ممكن في غير القرآن أقول وَمَا اللَّهُ غَافِلًا يبقى غافلاً عربها أي عربها خبر؟ ليس بس أنا ممكن أقول وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ يبقى بغافل هنا البقى نوعها يدبقى هنا نوعها حرف جرزائد يبقى كلمة بأسنهم ده خبر ايه ده خبر لناسخ اللي هو ايه ليس وليس دي من أخوات ايه من أخوات كانة نوع الخبر هنا ايه نوع الخبر هنا مفرد عندنا خبر تاني برضو هنا بيقول وكان يقول يقول هنا هو ده ايه يقول ده هو الخبر هتقول استنى طبعا مش هافوت كان بيجي مع لها اسمها وخبرها خلي بالك انت قلتها وبقى كان بيجي معها اسمها وخبرها يبقى ازاي يقول اسمك هنا عشان في ناسك بتقول يقول هنا تبقى اسمك هنا ازاي يقول اسمك هنا وكان هو يقول لأخوانه خلي بالك مين اللي كان بيقول هو يبقى هو هنا اسم كان بس هي طبعا ايه ضمير مستتر كان بيعمل إيه بقى هو كان يقول يبقى كان هو يقول يبقى قول ده فعل مضارع مرفوع علامة رفعية الضمة وجملة يقول في محل نصب خبر كان عشان كان بترفع اسمها وتنصب خبرها وطبعا نوعه إيه نوعه جملة فعلية السؤال الرابع بقول مصدرا صريحا واكتف فعله خلي بالك أنا عندك مصدر صريح ومصدر مؤول المصدر مؤول عارفينه أن ومضارع وأن واسمها وخبرها دول أشهر حاجة بتيجي يعني المصدر الصريح ده يعني مصدر إيه يعني مصدر سلاسي مصدر رباعي مصدر خماسي مصدر سداسي لما تدور في القطع هنا هتلاقي عندك كلمة الكياسة والفطنة الكياسة ده مصدر سماعي لهو سلاسي يعني والفطنة نفس الكلام مصدر سماعي الكياسة مصدر لفعل اللي هو كاسة ياكيسو والفطنة برضو مصدر لفعل اللي هو إيه فاطنة الكياسة يعني الحكمة والزكاء والدهاء في السؤال الخامس يقول ملحقاً بالمسنة وبين موقعه الإعرابي خلى ما Sho Growth بالمسنة سنا و سنتان و و كلا و كلت دي اسمها ايه ملحقات المسنة يعني ملحقات المسنة يعني كلمات أدل على المسنةanto ليس لها مفرد من لفظها يعني مثلا مجمل ك Depois كتابان إنما إسنان مفردها ما لديش مفرد من لفظها من اللفظ بتاعها مفردها واحد حول وجود من اللفظ يبقى ملحقا بالمثنى وبين موقعه الاعرابي هتدور على سنان وسنتان او كلا وكلتا بس خلي بالك كلا وكلتا لازم يكون مضاف لضمير كلا وكلتا مضافا لضمير نعم ما تدور في القطع هنا هتلاقي كلمة اسنين بقول وما دخلت بين اسنين يبقى اسنين هنا ده ملحق ايه ده ملحق بالمثنى يبقى اسنين هنا اعربه ايه اعربه مضاف اليه مجرور وعلامة تجره الياء لانه ملحق بالمثنى قال بلاك الملحق والمثنى بيكون مرفوع بالالف زي اسنان ومنصوب ومجرور بالياء زي اسنين في اي مادة تكشفه في معجمك عن كلمة ادعى هتبقى باب الدال فصل العين مع الواو هتبقى دعوة كلمة ادعى دعى يدعو دعوة فتقى باب الدال فصل العين مع ايه مع الواو السؤال الثاني يدعى الي السلطان يأتي اليه اربط بين الجملتين بقادات شرط جازمة وغير ما يلزم السؤال ده اتكرر علينا كتير وسهل جدا هتبقى من يدعى الي السلطان يأتي اليه هتحط ادعى شرط جازمة زي عندك ان ومن وما ومهما وكيفما اينما ايان حيثما ان اي كل دي اسم ايه كل دي اسم ادوات شرط جازمة يبقى من يدعى الي السلطان يأتي اليه كلمة يدعى نكتبها ازاي نحزف الياء الي هنا ونحزف الياء الي هنا ونحط فتحة على العين ونحط كسرة على التقى من يدعى إلى السلطان يأتي إليه السؤال الأخير حتى يكون هما يطلباني مني اجعل العبارة للجامع السالم بنوعية وغير ما يلزم يعني إيه للجامع السالم بنوعية؟ يعني جامع مذكر سالم وجامع مؤنس سالم بالنسبة لجامع مذكر السالم طبعا سهل جدا هنكتب حتى يكونوا نحطوا باول جماعة حتى يكونوا هم يطلبون برضو نحطوا باول جماعة يطلبون مني هي أصل الجملة هي حتى يكون هما يطلباني مني جمع مذكر السلم يبقى حتى يكونوا هم يطلبون مني طب ليه هنا خليناها يكونوا ما خليناش يكونون مثلا عشان حتى خلي بالك إن حتى بتنصب الفعل المضارع يبقى حتى يكونوا يبقى يكونوا فعل مضارع منصوب وعلمة نصبي حزف النون لأنه من الأفعال الخمسة يبقى يكونوا فعل مضارع منصوب حتى يكونوا هم يطلبون ليه قلنا يطلبون بالنسبة جمع المؤنس السلم بق نصلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام نقول حتى كلمة يكون ه realised واحد نحط واو الجماعة مع جمع المؤنس السالم بنحط نون النسوة. يبقى يكون هنا نحط معها نون ايه? نون النسوة. خلي بالك النون النسوة بتعمل ايه في الحرف الابلها? بتسكن الحرف الابلها بتخلي عليه سكون. يبقى هنا الوقت يفيه التقاء ساكنين خلي بالك. هنا الواو اصلا ساكنة. حتى يكون الواو هنا ساكنة. كده فيه التقاء ساكنين وده ما ينفعش في اللغة العربية. يبقى هنعمل ايه? هنحزف الحرف الاولاني اللي هو ايه. اللي هو الواو. يبقىanga هتبقى حتى يكن. ليه يكن بقى؟ هنا فيه اتنين نون. والتنين نون دول هنخليهم نون واحدة بس، نحط عليا شادة هتبقى حتى يكن. يبقى حتى يكن هون طبعا هتبقى ايه? هتبقى هن. يبقى حتى يكن هنا. هنا كانت يطلبون. هنكتب الفعل الاول هو يطلب. وهنحط له ايه? هنحط له نون النسوة زي ما اتفقى? هنا كنتPD سمح هنا. بنحط جماعة مزاكر السالم. وجامع المقال نستسلم بنحط نون النسوة. يبقى حتى يكن هن يطلب ونحط نون النسوة. عادي جدا نون النسوة هتسكن الحرف اللي قبلها ومفهاش اي حاجة. يبقى حتى يكن هن يطلبن مني. يبقى حتى يكن هن يطلبن مني. وبكده يا شباب لكم خلصنا انقطعة نحو سنة الفين واربعة انتحان الثانوية العامة. صلى الله عليه وسلم. لا تنسى من صالح ضعائك. ما تنسى تشوف القطع اللي فاتت وتشوف القطع الجاية ان شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك. نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.